هو الشناو في حتة تانية والبعض عاوز يسوق فكرة الحتة التانية بشكل غريب شوي خلينا قول غريب يعني يقول ايه يقول ما محمد صلاح في حتة تانية الكابتن محمود الخطيب في حتة تانية عصام الحضري في حتة تانية بالتأكيد كانوا في حتة تانية بس لما بتيجت بتتكلم عن حارس مرمى حاليا لسه متواجد ومشاء الله بيلعب لازم لما تقول في حتة تانية فانت بتقول في حتة تانية بالنسبة لهم نفسي مش بالنسبة لأساطير بكرة ان شاء الله بعد وقت طويل جدا ويكرر الكابتن محمد الشناو براحته امتى يكرر الاعتزال لسه عايزين منه كتير وكتير وكتير بالتأكيد هنرجع برضو نقول كان عندنا اسطورة في حتة تانية بس الكلام المنطقي المفترض لما تقارن حارس مرمى في الوقت الحالي لازم تقارنه بالموجود النقطة التانية طب لما هو جامد اوي كده هو انتوا ليه ماشيتوه في 2008 انا مش هقولك الكابتن احمد ناجي قال ان من يعني اسوأ قراراته الفنية هو الاستغناء عن محمد الشناو في الوقت ده انا مش هقولك كلام ده خالص لكن هقولك وهو مين اصلا ممكن يكون بادي بداية صعبة وما يتحولش يكون اسطورة كابتن محمد صلاح اندية مصرية رفضته وقالت ان هو لا يليك بتمثيلها حاليا كابتن محمد صلاح اللي حضرتك بتقول عليه بحتة تانية اندية مصرية رفضته قالت مش على قد قدرات هذا النادي فبالتالي ما تتكلمش عن 2008 وخلينا دايما نتكلم عن مستوى الكابتن محمد الشناوي اللي بيحرص مرمى النادي الاهلي منذ 2016 تقريبا وبيقدم مستوى في حتة تانية لدرجة ان المنطقيين وبطوع القورة بجد لان فيه ناس بتقول احنا بنتكلم بمنطق وقورة وانا قاسف كلامهم بيقلوا من كل المنطق وبعيد تماما عن القورة البطوع القورة اللي بجد اللي بينافسه اصلا الكابتن محمد الشناوي لهم اراء خاصة بان الشناوي في حتة تانية نسمع كابتن محمد عبد المنصف ونرجع نعاق اشكرك ده سؤال مش محتاج تفكير محتاج رد على طول في ثانية لو قلنا النهاردة الحارس رقم واحد في مصر من وجهة نظرك مين طبعا محمد الشناوي طبعا لو قلنا ان محمد عبد المنصف بينافس حارس على المركز التاني ممكن يكون مين ممكن يكون ابو جبل للمرحلة اللي فات لما بتتكلم عن الكابتن محمد عبد المنصف بتتكلم عن تاريخ ايوة تاريخ ليه الكابتن محمد عبد المنصف اكتر لاعب في تاريخ الدوري المصري لعب عدد مواسم متتالية بالموسم اللي لعبه ده كابتن محمد عبد المنصف له مباريات عديدة جدا مع فرق عديدة جدا في الدول المصري أنا بالنسبالي سؤال صعب جدا لما تيجي تسأل حارس مرمى له تاريخ وتقوله مين بينفسك على المركز الثاني والكابتن محمد عبد المنصف بمنتهى صفو النية وبمنتهى الروح الرياضية وبمنتهى المنطق بيقول أبو جبل اللي بينفسني على المركز الثاني ليه؟ لأن مفيش حد بينافس كابتن محمد الشناوي على المركز الأول وبالفعل ده أبسط دليل من الأدلة الكتيرة اللي أنا عرضها إن حتى منافسيك معترفين إن الشناوي في حتة تاني طيب لما يبقى أسامة بيتكلمكم عن الحارس اللي كان حارس لنادي ودي دجلة كابتن محمد عبد المنصف وهو بيتكلم ما يدل إن الشناوي في حتة تاني طب حارس نادي الزمالك طب واحد من الأسماء اللي أنت في وقت كنت عايز توصل فكرة إن الشناوي مش في حتة تانية بالنسبة لهم فنياً هو نفسه قال إيه؟ نطلعوا نسمع مصر الأول الآن الشناوي أنا بقول لك بصلي راجل ماشي بشكل كويس فترة كبيرة جدا سنة لغاية دولة سنة صح شكل كويس ما تقدرش تقول أكذاب لو قلت حاجة غير كده طب ليه ما دعمش زميلك جبل مش بشكل كويس ولكن أنا 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 بتكلم الناس بتحبني شان أنا حقيني بصوا أنا عايز أقول لكو حاجة جنش حل اللغس التردد لما بيقول له بس أبو جبل زميلك مع إنه أصلاً هو قال إنه هو الشناوي الحارس رقم واحد في مصر وأصلاً جنش حارس مميز على فكرة فكون هو يقر ده هو فنان أنا أصلاً بالنسبة لي جنش أعلى من أبو جبل فكون جنش يقول ده على نفسه فمعناها إنه هو أكيد شايف إنه هو أفضل من زميل أبو جبل بس الخلاصة كلها فين؟ في الجملة بتاعة السكوت أنا بصراحة لازم أقول لك إن أنا راجل ما تعودتش أقول حاجة من الصريحة فبصراحة الشناوي هو الحارس رقم واحد كم واحد بقى يتعود يقول حاجة من الصريحة؟ هم كل اللي بيقولوا إن الشناوي مش في حتة تاني مهم جداً إن جنش يقول إن الشناوي رقم واحد والبعد ممكن قال لك أصلاً هو كان على خلافات مع أبو جبل لا ده إعتراف واضح وأعتقد عبد المنصف عندهش أي اختلافات مع أي حارس مرمى موجود حالياً لكن رحنا لعبد المنصف حارس مرمى كبير ولو تاريخ في الدوري ورحنا كمان لحارس مرمى نادي الزمالك سابقاً وحالياً نادي فيوتشر ونتمنى له العودة سريعاً والسلام إن شاء الله عندنا كمان مدرب حراس مرمى بينتمي للمسلس أيام مجد الدرويش وأيام مجد الإسماعيلي حالياً الإسماعيلي عنده مشاكل كتيرة جداً بتواجه في الدوري المصري والبعد شايف إن فيه صعوبة للنادي الأهلي إنه هو يلعب في الإسماعيلية لكن مش ده موضوعنا دلوقتي موضوعنا كابتن سعفان الصغير قال إيه عن محمد الشناوي نشوف الفيديو ونرجع نعقل شناوي أهلي شناوي بيرمتز وعندك كعواد وعندك جنش لما يرجع وابو جبل وعمر عامر وابو الصعود والمهدي سليمان عندك حراس مرمى كتير جداً بس هتلاقي بس دلوقتي فيه فرق كبير جداً ما بين الحراس الأول من حوالي سنة كانوا شبع بعض أو من فترة أو إليه كانوا شبع بعض دلوقتي شناوي أهلي بيفرق تحتيه شناوي بيرمتز بعد كده بقى إيه قول الأسامل اللي أنت عايز ممكن من سنة كانوا شبع بعض لكن كان فيه دلوقتي أو دلوقتي بقى فيه فرق كبير جداً بين الشناوي وأقرب منافس ليه مين اللي بيقول الكلام ده الكابتن سعفان الصغير مين الكابتن سعفان الصغير طبعاً مش عرفكم على تاريخه كحرس مرمى الإسماعيلي ومدرب حراس مرمى لأ أنا هرفكم على موقفه وقت اختيار محمد الشناوي أنه يكون ضمن قائمة منتخب مصر اللي هتمثل منتخب مصر في كأس العالم وقتها كان بيدافع بشكل كبير جداً عن عواد حالياً فين عواد مش قادر يكون أساسي في نادي الزمالك وده الكابتن سعفان الصغير اللي بالتأكيد بالتأكيد لما بيتغير رأيه من 2018 لـ 2020 وـ 2021 بيكون رأيه منطقي وبتاع كورة وكمان أهل ذكر ده حارس مرمى سيد عسامة حتة مهمة جداً من سرع بما أنك تكلمت في رأيه قبل كده كنت بتكلم مرة مع أحد المشجعين لنادي الزمالك واستشهدت بكابتن سعفان فقال لي أصل هو على خلاف مع عواد دلوقتي فما قالش عواد وانت قلت كان بيدع مع عواد في وقته كان علاقته بيه بس المنطق أنه هو لو الراجل عنده مشكلة مع حارس النادي الآلي محمد الشناوي هيقول حد تاني مش شرط عواد بس مش هيختار حارس النادي الآلي ده اللي ما عملوش هو اختار حارس النادي الآلي ليه لأن أي حد على مستوى التدريب والتحليل دلوقتي هيقول لك محمد الشناوي في حتة تانية كان مهم بس نوريكو كمان من كابتن سعفان القصة علاش علاقة بعواد هو كان ممكن يختار حد تاني ولكن نختار الشخص المناسب طب تعالوا بقى نخرج بره مصر خالص الناس اللي هما أصلا في حتة تانية إزاي الناس اللي في حتة تانية على مستوى التدريب والتقييم شافوا كابتن محمد الشناوي نطلع ونشوف عبر سكايب كان قناة النادي الآلي مستضيفة مدرب حراس أستون فيلا نايل كوتلر ونشوف قال إيه ودعنا نبدأ بتهنيئة النادي الآلي بمناسبة الفوز بالأمس بالبطولة السامنة للكأس السوبر الأفريكي شاهدت بعض الآيلايتس من المباراة والأهلي قدم مباراة رائعة تهانية لجميع النادي الأهلي من بيرمنجهام والآن أقول لريال مدريد يجب أن تخشل أن الأهلي قد يختفى اللقب وقد يعود ليكون الأكثر تتويجا في العالم الآن الأهلي لديه 24 بطولة كرية لكن بالنسبة للعبين والنسبة للحراس المرمى هناك العديد من الحراس المرمى لفريكة التي أتابعهم بشكل خاص وقد ذكرت منهم من دي حارس تشيلسي وأنانا وياسين بونو أيضا حارس مرمى إشبالية وإذا ما تحدثنا عن الشناوي لقد رأيت بعض الآيلايتس لمحمد الشناوي في مباراة الأمس حارس مرمى رائع يستقبله مستقبل بير رأيته أيضا في كاس العالم للأندية لأن كاس العالم للأندية ببطولة يشاهدها العالم أجمع لذا تهانينا لنادي الأهل الذي لديه حارس مرمى رائع بكدرة محمد الشناوي لقد رأيت بعض من خلال وسائل الإعلام أيضا أركام محمد الشناوي وبعض الانكازات التي قام بها الشناوي هذا أمر عظيم وتهانينا لمنتقى بمصر أنهم يملكون حارس مرمى إذا ما تحدثنا عن الأشياء البدنية بالنسبة لمحمد الشناوي يحتاج العديد من الأشياء البدنية لقد شاهدت بالأمس دربات الترجيح محمد الشناوي كان قريب من أن يقوم بإنكاز على الأقل دربتين لم تكن ثلاث دربات ولكن هو ذهب معهم في نفس الاتجاه ده الرجل مش شاف محمد الشناوي في حتة تانية ده شاف الأهل في حتة تانية وحراس الأهلي ولعبت الأهلي وتاريخ الأهلي أعتقد دي شهادة مهمة جدا لأنها جاية حد من خارج الوسط مالوش حسابات مالوش توازنات على فكرة هو في قناة النادي الأهلي بس مش مجبر يقول أنه حارس مختلف حارس تسنائي حارس بيتابعه هو ده طبيعي ليه؟ لأن محمد الشناوي تحط في الحتة اللي تؤهله لده سواء في كاس العام الأندية زي ما قال سواء مشاركات دولية مشاركات مع المنتخف ففي التالي بقى في حتة تانية تخليه يشوفه كويس جدا فأعتقد اللي في حتة تحت خالص لازم يحترموا اللي في حتة تانية متى